السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل اللي جناكم بأول تلفون بكاميرا تحت الشاشة أول تلفون بكاميرا تحت الشاشة يلا بينا نشوف الحاصل شو الحربوية دي ما عجيبه أي حاجة في الشاشة أي حاجة بتجي في الشاشة بتقوم شنو بالشيلة برد أي حاجة بتصهر بالشيلة ده معناها شنو إنه جماعة التلفون أول تلفون ما فوق كاميرا ظاهرة الكاميرا مالة داخل الشاشة أول تلفون بيجي في العالم بكاميرا من تحت شنو الشاشة اللي هو ZTE Exxon 25G اللي هو تلفون من شركة ZTE الصينية كويس والتلفون طبعا قلنا هو التلفون بيجي بيشنو بكاميرا من تحت الشاشة طبعا هو تلفون من الفئة المتوسطة كويس بيجي بمعالج سناك دراجون اللي هو 765G كويس و 8 جيجا رام كويس و ذاكرة 128 وبطارية 400 22 وتدعم الشحن السريع اللي هو 20 واط تاني حاجة الدقة الشاشة اللي هي FHD Plus وطبعا بيجي به شاشة اللي هي 90 هيرس حاجة كدا بيتمشي لكم قويس لكن الحاجة الغريبة او الطفرة الغريبة اللي هي الكاميرا تحت الشاشة تمام هي طبعا الكاميرا ايتها ما بتلاحظها الا اذا تميلت الشاشة بطريقة كده شنو بطريقة كده معين وممكن تسهر لك شنو تسهر لك هالكاميرا لانه مكان الكاميرا كويس مخطيل عد البكسلات قليل ما زي باقي الشاشة كويس الا تقوم تميلها بطريقة معين هنا بتلاحظين شنو في زي مربع كده خبيب بتاع كاميرا لكن التصوير بداعه مقبول هلا ده بداعه ثلث كويس جدا يعني حاجة كده لانه انتبع انت زين فريم او زين هيرس تاني حاجة عندي البصمة موجودة في الشاشة كويس البصمة برضو تمام كويسة وعندك برضو البصمة بتاعت العين شغالة تمام والشحن السريع اللي هو بيتحل لك في نص ساعة ستين في المية من البطارية كويس اللي هو ده الشحن شنو الشحن السريع بدعم تاني حاجة بنجي للكاميرا طبعا الكاميرا التصوير بدعم يعني جيد كويس لكن بعض مرات بتحسينه في حبة غباش كده في الصورة بالزاد وقد تكون الاضاعة ضعيفة لكن بيتمشي الامور يعني هالكاميرا ما على قدر كده لكن صورتها شنو صورتها كويسة طبعا باعتباره ده الجيل الاول من الشيء اللي هو من التلفونة طبعا اللي عمرته سامسونج لها هواوي لكن هزلت ايه طلعت بالطفرة العجيبة دي وان شاء الله اللي قدام يكون في تطور اكتر من ناحية الكاميرات داخل الشاشة كده احنا اخذنا النظر الاولى على شنو على التلفون اللي هو من شركة ZTE كويس اللي هو التلفون اللي بيجيني بكاميرا من تحت الشاشة كويس ان شاء الله يكون في تطور اكتر لجدام وما تنسوا الاشتراك في الغناء وتفعيل زر الاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته براكاته